الأطمع الإيراني في البحرين ليست وليدة اللحظة بعد أن طبل وهرج الإعلام الحكومي في البحرين طوال السنوات الست الماضية لنظرية وقوف إيران خلف الحراك الجماهيري الذي اندلع في البلاد في الرابع عشر من فبراير عام 2011 وبعد أن أثناء كانوا النظام الخليفي وفي مقدمتهم وزير الخارجية خالد الخليفة على الدور القطري طوال السنوات الماضية غير النظام الخليفي من بوصلته فوجهها نحو دولة قطر المجاورة متهما إياها بزعزعة استقرار البحرين ولطالما كان التدخل القطري في الشأن الداخلي البحريني واضحا إذ اتهم الإعلام الخليفي قطر بمحاولة الإطاحة بالنظام وكما ظهر في التقرير الذي بثه تلفزيون البحرين مؤخرا وتضمن دعاءات بأن قطر تقف وراء التظاهرات المناهضة لحكم عائلة آل خليفة والمتواصلة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات ووفقا للتقرير فقد أجرى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان الذي كان حينها يتزعم جمعية الوفاق المعارضة طالبا منه حث المتظاهرين على النزول إلى الشوارع بهدف تجديد الضغوط على النظام النيابة العامة الخليفية سارعت إلى بدء تحقيقات بشأن المحادثة الهاتفية بحسب ما أعلن النائب العام علي أبو العينين معتبرا أن مضمون المحادثة يشكل جناية تخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة لكن هؤلاء القائمين على الإعلام الخليفي أثبتوا أنهم حمقى فلقد تصوروا بتقريرهم هذا أنهم سينفع أسيادهم الخليفيين لكنهم ألحقوا بهم ضررا من حيث لا يعلمون فالنتيجة التي يخرج بها المتابع للتقرير تفيد بأن الشيخ علي سلمان كان حريصا على تجنيد البلاد إراقة المزيد من الدماء مما يعني تبرئته من التهم التي سجن بسببها وهو ما دعا المعارض إبراهيم شريف إلى القول برافو تلفزيون البحرين أي استخدام للقوانة في انتخاب راحي أجزم الموقف تخبط خليفي يعكس مأزق هذه الأسرة الحاكمة التي أفقدها ثوار البحرين صوابها حتى أضاعت بوصلتها وفي ذلك مؤشر على قرب نهاية حكمها المشؤون إنتهت الزيار أود إلى الزبارات ترجمة نانسي قنقر